أرد حدد مشكلة أنتو محطاتكم جاهزة ونغلكم جاهز شنو عدم يعني سبب عدم تشغيل يا سيجا يقول لك غاز ماكو إذن وين؟ غاز ماكو خطة وقودية ماكو من هو المصدر؟ إذن الوزارة المصدر؟ هذه موح هذه وحدة هذه وحدة بعشرين وواحد وعشرين أموال ماكو بخطة وقودية الآن ماكو استمرار تفسيخ المناطق العشوائية بأحمال غير مدروسة على الشبكات النظامية منذ العلم الكهرباء إذا أنا مايخالف والله واكب الطلب وأقدم له هاي الناس تدور على السقف تقال ما حد يعلمني لا بالبلدية لا بالحكومات المحلية لا دواوين طيب يا بقلولي حتى تسوي شبكات حتى استعيد مو تجي مناطق كاملة متاخمة للشبكة أصلي طبعا تجي مهة ولا مغذي استقار ولا محاولة متنعطو ولا شبكة تتحمل هذا الضغط الكبير اللي قاله ما عندي علم به أتفاجئ حيش تكني كامل هصاري شقد عدة أسباق مضاف إلى ذلك اليوم هذا التخريب والحرب المعلنة على قطاع الكهرباء من حيث خطوط نقل الطاقة والتجاوزات الكبيرة على شبكات التوزيع وكل مضاف إلى هذه العوامل ولا أقدر أقول لك ما كفزها إذن الوزارة تبعد أنها كل هذه الشبهات ما تبعد هذه الشبهات واقعية اللي استعرضتها إليك واقعي وإنت دبت وسطيتك والدكتور وإستاذ حمزة وإستاذ أحمد أنا قلت لك هذي كلها ما متعد يعني أنا واجب أروح أحمل أبراج أنا مكلب بالملف الفني برج يوقع خلاص أستنفر أروح أسويه وما عندنا برج ووقع وبقى أكثر من يومين وثلاثة يوم يومين يرجع الخط ما يكون فلوس نعمل بأولا بملاكاتنا هذا الكلام اللي يردد البعض أن الشبهات فساد ومقاولين وشركات هذا مردود على من يدعيه من يقوم ببناء الأبراج وإعادة الإعمار والصيانات ملاكاتنا الوطنية ومن رصيدنا استراتيجي من حديد الأبراج ممتاز إذن مواطنيين محاولاتهم موجودة في المناطق السكنية ليشتماس بها عطب أو عطل اللي مواطنين لمونة فلوس وجوبهم مولدين يعني أولا ما أريد أقول لك الموظفين ملاكة ثانيا ما توني أنا أستعرضك أقول لك اليوم ما عدي موازنة إذا ما عندك موازنة أجبر الناس أجبر الناس يتلموه ويطلع لي أبدا بلغنا الناس ونزلنا بيانات وبدلنا أرقام ساخنة قلنا ممنوع أي ابتزاز أي مواطن اللي قام لما بالغ لقاشراء المواد الحاكمة ثانيا فتحنا منافذ ووصلنا الأمر قلنا صورونا رقم العجلة اللي يتبتز وعدنا إجراءات وعدنا وراحين إلى مشروع الجبال الكترونية ورابطين محطاتنا الطرفية والوسطية بسكادي وده ننصب الاسمارت ميتر وعدنا إجراءات على الأرض تريد تقول لك موظفين كيلون ملايكة ويخبرون أكيد أكيد عندنا شبهات الإعلام والمواطن عين راصدة لأن تجري الكهرباء اللازم تجاههم قانونيا وإداريا هذا الكلام برأيك كمشاهد واقعي واقعي مقتناني مشاهد جدا طين منطقة اليوم سكنية نظامية ما تشوعت عشوائي طين منطقة ما بها تفسيخ زراعي حسنا وأنا أقول لك مرة أنا أطيق سيارة وأطيق إلى وقود وأقول لك ما أشيه طيب ما أشيه ستقلطيني فلوس ما أعدي روح أنت أجيب منين أجيب أنا مو شغل هذا روح المواطن مو شغل لا 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 أنا جاي أقول لك التزامات الخطة الوقودية طيب نفض هذا الفاصل الأخير من ثم نعود